لقاء مع سيادة المستشار تركي الشيخ وانا عايز اقول لحضراتكم حاجة انا السنة دي اتم خمس سنين في هذه القناة المحترمة بقالي خمس سنين بتعامل مع تركي الشيخ وحضرت موسم الرياض منذ ان كان فكرة وحضرت اول اجتماع وكان وقتها تركي الشيخ كان مسؤول عن الرياضة وانتقل الى هيئة الترفية وكل الناس وقتها قالت اه ده رايح يعمل حفلة اثنين شوية مراجيح الكلام اللي تقال وقتها وانا حضرت من اول اجتماع وقتها قلت له انت لو عملت ربع اللي انت بتقول عليه ده ده يبقى حاجة كويسة اليوم وبعد اطلاق تفاصيل موسم الرياض الموسم الرابع تستطيع ان تفهم حجم الانجاز في هذا القطاع حجم التغيير اللي حصل في المجتمع السعودي من وراء التعامل مع هذا القطاع تغييرات اقتصادية تشغيل شباب ومواطنين سعوديين ومواطنين مقيمين تغيير اشياء كثيرة في الطريقة التي كان يتم او يتم بيها الترفيه في المملكة العربية السعودية نحن نتحدث الان عن اكبر اكبر موسم ترفيه موجود في الشرق الاوسط والامر اصبح مثبت خلاص يعني انت اما تيجي تتحدث مثلا وعلى فكرة الناس كتير بتوقف في الترفيه عند الحفلات حفلة انغام حفلة عمر دياب حفلة احمد سعد حفلة شيرين حفلة ليلة الدموع حفلة هاني شنودة حفلة طلال زكرة طلال مداح حفلة الفنان محمد عبد حفلة ماجد المعندس حفلة احلام كل هذه الاسماء ولكن الناس كتير يمكن ما تاخدش بالها منه بشكل قوي ان موسم الترفيه يضم يضم عدد من الفعاليات الضخمة جدا يعني اما تعرف مثلا ان ديزني السنة دي هتحتفل بمئة عام على وجودها داخل موسم الترفيه هتنقل القلعة بتاعتها من امريكا وتنصبها في موسم الترفيه اما تعرف ان انت حيب عندك موسم جديد من الملاكمة ابطال الملاكمة العالمية اللي افتتاح يوم 28 اكتوبر بين فيوري وانجانو مباراة حيتبعها الملايين بل المليارات في العالم لانها مباراة هامة جدا عدد يعني التوسع في البوليفار التوسع في بوليفارد وولد الاماكن الجديدة الحاجات اللي معمولة للاطفال وحط جنبيها كمان الحفلات حط جنبيها عدد كبير من المسرحيات حط جنبيها انتاج او دعم انتاج سينمائي حط اشياء كثيرة يعني موسم الترفيه لم يعني لم يكن ولم يعد ولن يكون مجرد حفلات غنائية هو اشياء كثيرة جدا بقت مبنية وموجودة على الارض يعني نحن لا نتحدث عن حفلة بتقفل وبتخلص وبنمشي ونلم حاجتنا لا خلاص ازمح هناك سينمات فنادق مطاعم منشآت كل هذه الاشياء طبعا بتؤثر تأثير مباشر وغير مباشر على السياحة في المملكة العربية السعودية وفي الرياض بالتحديد المقابلة اللي هي بعد هذا الفاصل فورا تتحدث عن انجازات موسم الترفيه في السنوات او الثلاث مواسم السابقة والموسم الجديد الرد والتفسير وده هتشوفو كتير في الفقرة القادمة في الحوار الرد والتفسير على كل شيء بيتقال عن موسم الرياض كل الاشياء اللي حضراتكم بتسمعوها في العالم العربي وفي محيط الفن والفنانين والكلام عن اشياء كثيرة جدا اسئلة مباشرة واضحة هيرد عليها سيادة المستشار توركي الشيخ ومعه جزء من الفريق اللي بيتعامل معاه عدد من المواطنين السعوديين المحترفين في مجالهم اللي هم انجزوا اشياء كثيرة جدا لقاء اكتر من ساعة اللقاء زيان بقول لحضراتكم في مفاجآت كثيرة في مفاجآة سعيدة بالنسبة لنا شخصيا حضراتكم برضو هتشوفوها يمكن انا ما كنتش متوقعها في هذه الجلسة اخبار كثيرة جدا رد على علامات استفهام استفسارات بصراحة وبشكل مباشر نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني الفقرة القادمة اللقاء مع ساعة المسشار توركي الشيخ وتم زي ما حالتكم شفتوا اللي شافوا الحلقة مبارح اطلاق ملخص او تفاصيل فعاليات موسم الرياض الرابع في حلاته الجديدة اللوجو الجديد بتاعه الشعار الجديد بيج تايم كل حاجة هتبقى بيج تايم في هذا الموسم الموسم بيتفاعل مع العالم اكتر ما بيتفاعل مع المنطقة بتاعتنا يعبر موسم الرياض نطاق جغرافي اخر هتسمعوا اشياء ضخمة وكبيرة وكيف يعمل هذا هذه المكينة الضخمة يعني انا كنت من الناس اللي عندي فرصة ان انا شوف المكينة دي بتشتغل ازاي عدد الافراد اللي بيشتغلوا فيها عدد الكفاءات الناس دي اجتماعاتها عاملة ازاي الناس دي بتشتغل قد ايه الناس دي بتنجز امتى هتسمعوا اسامي لعبة التنس العظماء اللي حييجوا هتسمعوا عن بطولة كرة قدم جديدة هتكون موجودة على كأس الرياض هتسمعوا عن حزام الرياض في الملاكمة هتسمعوا عن اشياء كثيرة فعلا شيء ضخم 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 يعني ما فيش حاجة